الأصدقاء العزاء في كل مكان مرخبة في هذه الجلسة من فنجان معه شانك رح أحكي حول مواضيع تتعلق بالسوشيال ميديا والتحشيد اللي بيساوي حزب العمال الكردستاني والجماعة الوجلانية في السوشيال ميديا لصالح التجهيل والتضليل وخداع الناس والسيطرة أو التحكم في المزاج العام والرأي العام لدى الأقراض لدى العرب حضروا فنجان الأهوة ونبلش في كلام كتير يقال في ما يتعلق بموضوع السوشيال ميديا والتأثير على الرأي العام والمزاج العام بصراحة أنا لا أميل إلى الرأي اللي يتبنىه كثر وهو للروائي والمفكر الفيلسوفي الإيطالي أمبرتو إيكو اللي بيقول أن السوشيال ميديا فتحت أبواب أمام كل من هبه ودبل يدلوه ويحكي ويصرق ويعيط ويشتم وعلى كيفه يعني ففتح المجال أمام قثر لي يعني أن يحكوا مثل الأشخاص ذوي خبرة ذوي حكمة ذوي معرفة أو أشخاص يعني حاصلين على جائزة نوبل سواء في الآداب أو في العلوم مثلون يعني نفس الشيء نفس السوية هذا الكلام لي أمبرتو إيكو ويتقاطع مع هذا الكلام يعني الكتاب الفيلسوف الكندي ألان دونو حول نظام التفاهة وكيف رؤوس الأموال تسيطر على المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والتربوية ويعني نظم الحكم والإدارة في العالم فمسمي هذا الموجموع أو الخليط المعقد من العلاقات السيطرة والتحكم بنظام التفاهة ويتحكم بالعالم هذا كلام إلى حد ما صحيح لكن أنا لا أتبنى ليس كل شيء صحيح واحد يتبنى لماذا؟ لمجموعة من الاعتبارات أنه هذه الوسائل يسيطر عليها التافيهون بشكل أو بآخر مؤثرين يعني التافيهون يؤثرون في حياتنا بتفاهتهم بتضليلهم بتجهيلهم يؤثرون على حياة المجتمعات والأوطان والأجيال فنستسلم أنا لست من الناس اللي يستسلمون بسهولة عندما كنت منصير ومؤيد لحزب العمال الكردستاني والحزب يعرف مين قدام مناوئين وخصوم ومنتقدي هذا الحزب لم أكن أستسلم بسهولة الآن عندما صرت معارضا لهذا الحزب وأنتقد هذا الحزب في العمق من رأسه يعني من عبد الله أجلان لأتفاه واحد فيها الجماعة أحيانا يعني أنا أدخل في نقاشات مع التافهين أيضا المنتمين لهذا التنظيم وبالتالي هذا يعني تقريبا من طباعي أنه لا أتجاهل الأمور لست مع تلك المقولة أنه ما ناقشته جاهلا إلا وغلبني وصحيح سيغلبني بجاهله لكنني سأناقشه وأحيانا إذا شتمني أشتمه يعني هذا الطباع البشر يعني وأنا هيك أنا لا أدعي التفلسف والحكمة وأنه من لطمني على خدي الأيمن ووجه له الآخر ومن يتطاول على كرامتي وأتجاهله وأترفع عن الصغير لا أنا مش هيك أنا أرد صار لي 11-12 سنة أرد على هذا الحزب وعلى هذه الجماعة من أرشيفهم من أدبياتهم من تاريخهم وبحكم تجربتي هذا الحزب حاول وما زال يحاول وسيبقى يحاول أن يسكتني بالتهديد المباشر بالتصفية الجسدية بمحاولة إغلاق المنافذ يعني علي أو إغلاق المنافذ علي المنافذ الإعلامية بشكل أو بآخر وعبر شبكة أخطبيطية من العلاقات مع المؤسسات الإعلامية في العالم العربي كمان والتشكيك والطعن في مصداقية ما أقوله دون أن يقدموا ما يفند المعلومات والآراء التي أطرحها من خلال انتقاداتي ما عندهم القدرة على التفنيت فقط عندهم طاقة مهولة في التضليل والتجهيل والتشكيك والطعن والتخوين والقصص في أزمة كوباني نشرف منشور أعتقد أنه أغلبكم قرأ هذا المنشور وحظي به يعني نوع من التفاعل وفيديوهات فيديوهات باللغة الكردية وباللغة العربية أحاول أن أخاطف في الوعي العربي النخب العربية أنه لا تحملوننا وزر جرائم حزب العمال الكردستاني طبعا هناك من أمطعد من كلمة الجرائم أنه ليش بتسميها لا هي جرائم حزب العمال الكردستاني عندما تضيق بهم الأحوال نعم هناك أخطاء هناك عيوب نعم هناك مشاكل لكن توصيف الجرم لا يقبلونه على أساس أنه ليست منظمة إجرامية أبدا لم تقترف هذا رأيهم هذا رأيهم دون يعني رأي يفتقد إلى السند والبرغان تاريخ حزب العمال الكردستاني مليء بالتصفيات الداخلية مليء بالجرائم داخل الحزب يعني حزب عبد الله أجران قال في تموز 2008 جرت داخل الحزب من تاريخ تأسيسي وحتى 2008 14 ألف عملية تصفية داخلية إذا كان الحزب في داخله بهذا المستوى من التوحش أنه ترتكف فيه داخله بين أنصاره بين قياداته بين مقاتلي 14 ألف عملية تصفي هذا كلام أجلان مش كلامي إذا كان حزب بها الطبيعة الإجرامية فما بالكم يعني خارج دائرة الحزبية الحزب شو سواه هذا ما يتعلق بالتعامل مع الخصوم المناوئين أو المنتقدين من جهة أخرى يعني من 2008 إلى 2013 حجم الجرائم الداخلية والخارجية التي اقترفها هذا الحزب بحق نفسه وبحق الكرد وبحق الآخرين أنا كاتب كنت مع هذا الحزب ويعني حاليا يعني أنتقد هذا الحزب بما لدي من رأي ومن موقف وأطالبهم يعني بالمحاججة والبينة والدليل والبرهان والأسانيد التي تدعم مواقفهم لكن هم دائما يردون بالاستهداف والطعن والتخوين والتشكيك والتهديد كمان والتريب طبعا حسابي على الفيسبوك تم أغلاقه عبر أغراق هذا الحساب بالتبليغات والفيسبوك انصع أنا قدمت اعتراض حول هذا الموضوع ما بعرف إذا يعني يقبل هذا الاعتراض أم لا مش بس هيكي يعني أنا شفت شتائم شتائم يعني شتائم مباشرة واضحة صريحة وقال في حقي منشورة على الفيسبوك وقدمت تبليغ على هذه الشتائم وأتي التبليغ بالرفض أنه لا المنشور اللي أنت بلغت عليه مطابق لمعايدي ناوة يعني ما رح نحزفه يعني فمن يعني من هال هال المعطيات طبعا عندي معطيات تانية عرفت أنه هذا الفيسبوك بات مخترقا من قبل أنصار حزب العمال الكردساني قلتها على صفحتي الجديدة وأقولها الآن لكم بشكل مباشر لنرى نموذج الشتائم اللي أنا قدمت فيه تبليغ والفيسبوك رد علي أنه لا يعني تبليغك لا ينفع هذا مجتمع الفيسبوك يتقبل هيك مستوى من الشتائم شكرا مثل ما شفتوا هذا الانحدار والحضيط والقاموس الذي ينضح بهيك شتائم قاموس حزب العمال الكردساني وأنصار هذا الحزب هذا صير من معايير الفيسبوك أنا قدمت فيه شكوى كما ظهر ووثقت الموضوع بالفيديو مشان ما يصير حكيم هذا الاستهداف وهذه الكمية من الشتائم الآن يمكنكم أن تعتبروها من معايير مجتمع الفيسبوك طبعا هي مش من معايير مجتمع الفيسبوك الموظفين في المحتوى القسم العربي وأخص بالذكر أنا لا أناشد لكن أنبه هؤلاء المعنيين بمشاهدة المحتوى وتقييم المحتوى والنظر فيه الشكاوى والتبليغات إذا بيكون مستوى عندهم الوعي لها الدرجة والفلترة يقبل بكل هذه الشتائم هذا يعني أنه قسم يعني حزب العمال الكردستاني بات قويا ضمن الفيسبوك وأعتقد أنه هناك توزيع مهام يعني في التويتر والانستجرام أكراد تركيا من أنصار هذا الحزب موجودين بفعالية والفيسبوك هنا من أنصار هذا الحزب من أكراد سوريا موجودين وبينشطوا وبأثروا ويغلقوا حسابات ويعملوا حظر ويشوهوا سمع الناس والفيسبوك طبعا يتفرج جمالا يعني أنا كتبت على الصفحة الجديدة صفحة الفيسبوك أنا يعني لن أترك الساحة لهم عفوا يغلقوا هذه الصفحة الجديدة سأفتح صفحة أخرى يعني لأنه شخصية عامة يعني الناس العرب يعرفوني الأكراد يعرفوني سوريين مصريين فلسطينيين يعرفون من هو شانك أوسي على المستوى الصحفي على المستوى المهني على المستوى الثقافي على المستوى الأدبي أنا لست بحاجة إلى شهادات يعني من أنصار حزب العمال الكورستاني لا شهادة عبدالله أوجلان عبدالله أوجلان اللي مدح مقال كتبته في 2009 يعني المقال نشر لي باللغة التركية في جريدة تراديكال التركية مدح أوجلان هذا المقال أنا لست بحاجة لا مدائح عبدالله أوجلان السوشيال ميديا بات بيئة خصبة لأنصار حزب العمال الكورستاني الاختراق اللي سواه الحزب في الفيسبوك ربما يكون شخص أو شخصين أو ثلاثة لا أعلم في القسم العربي تحديدا هذا الاختراق مدعوم بمجموعات ضغط عشرات أو مئات أو آلاف الحسابات الوهمية اللي يعني ترسل تبليغات على حساب معين على بوست معين كذا والفيسبوك وخوارزميات الفيسبوك وكل هالتفاصيل تدخل في مصلحة حزب العمال الكورستاني المصنف كجماعة أو منظمة إرهابية خطرة على الأراضي الأوروبية وفي أمريكا هناك هذا يعني شيء من هذا القبيل اختراق مدعوم لصالح هذا الحزب ويعني أنا أيضا على مستوى الشخصي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الأدبي والصحافي أكتب يعني هاي مهنتي وأنتقد وهاتحقي هاتحقي الطبيعي يعني ما ما باخده ولا يتصدق به أحد علي أمارس حقي في حرية التعبير وأنتقد المتضرر المتضرر من هاي الانتقادات يعني البينات وعليه خلاص بإمكانون يبرزون الوثائق المعلومات ما يعزز موقفون وما يفند آرائي ومواقفي لكن يعني يعني من آليد التعامل يتبين لدينا مستوى القوة والمتانية والأرضية السلبية الفكرية والعقائدية والأيديولوجية اللي بيستندوا عليها بدليل أنه أنه هذا يمكن رابع أو خامس حساب على الفيسبوك بيسكروا يعني لو هن مواثقين من أنفسهم ومن رجاحة خياراتهم وقوة أفكارهم فلماذا يعني يرجعون لإلى هذه الأسليب السخيفة من الشتم والتضليل والطعن والتشويه والإيهانة وكذب كله يعني كذب في هذا الخصوص يعني حزب العمال الكردستاني أسس ما يشبه فينيكستان فينيكستان شو يعني الفينيك عند أهلنا في كوباني هو الكلب المسخ أو الجرو أو الكلب يعني كلب مسخ يعني وفيه عفرين كمان فالمسيطرين على مجموعات الدغط أنه مجموعة يعني منها الطينة الكلاب المسخ يعني اللي جوري منهن بعثيين ولما أنا بحكي هذا الكلام أهالي كوباني وعرفين والأكراد السوريين يعلمون من أقصد بهذا الخصوص والدائرة الإعلامية كمان بيعرفون من أقصد تحليلا فينيكستان الموجودة حاليا أو جمهورية فينيكستان بقيادة يعني رئيس كتيبة الخياري في السوشيال ميديا يعني ينشط ويحاول أن يقنع حزب العمال الكولستاني بأنه يعني مثل ما أقنع البعثيين لأنه يبعثي يعني أنه فعلا أبوتي مخلص ومشتهد في شغله ويتقن عمله في إغلاق الصفحات وتشويه سمعة الناس أين يكون من أمر الموام جمهورية فينيكستان تتمدد هل تبقى هذه الجمهورية على هذه الحال هذا متروك للرأي العام ومتروك للناس حتى ينتبهوا لها الموضوع يعني جمهورية أو خلافة أو دولة فينيكستان في السوشيال ميديا باقية وتتمدد يعني هذا كلام الإجابة عليه متروك للمستقبل بس من المعيب من المعيب لحزب العمال الكردستاني يمتلك إمبراطورية إعلامية يمتلك شبكة من القنوات التلفزي والجراد والصحف والمواقع الإلكترونية أنه أن يتعامل بهذا المستوى المنحدر من الحضيط والقاحة والوضاع يعني مع انتقادات كاتب كردي في يوم من العيام كان من عنصار هذا الحزب عشرين سنة قضى من عمره في الدفاع عن هذا الحزب ويعني قلتها وأكرر يعني أنا أتأسف على تلك السنوات التي ذهبت هدراً وهباءً ليأتي حزب استبدادي فاشي تعامل مع الإيرانيين ولما يزل تعامل مع النظام السوري ولما يزل تحوم حوله الشبهات في التعامل مع الدولة العميقة في تركيا حزب من هذا النوع من هذه الطينة ومن هذه القماشة للأسف الشديد أنا خدعت فيه في يوم من الأيام وكنت أدافع عنه في الصحافة العربية والصحافة الكردية المهم تلك الأيام تذكر ما تنعاد إن شاء الله صار لي 12 سنة أنتقد هذا الحزب وسأبقى يعني إن كتب لي الله عمرا وسأبقى على هذا الموقف وأنتقد هذا الحزب أدبيا يعني حتى في النصوص الروائية في النصوص الشعرية وفي الحراك الثقافي الصحفي إجمالا لنرى فيديو أو نموذج آخر من المناشير اللي وجدتها على الفيسبوك وقدمت اعتراض وتبليغ على هذا المنشور والفيسبوك رفض هذا التبليغ طبعا للأسباب اللي أنا ذكرته بس شوفوا شوي ودققوا في هذا الكلام أنا حابب أحكي يعني كم كلمة ليس ردا على المحتوى السخيف والتضليلي والكذب يعني لكن لكي يعرف الرأي العام الكردي والعربي كمية الكذب والتضليل والخذاع الموجودة على السوشيال ميديا ويتحمل مسؤوليتها حزب العمال الكردستاني أو مؤسس جمهورية فينيكستان في السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة منصوب منصوب لمظلوم كوباني أو مظلوم عبده والبروفايل صورة مظلوم عبده والمتابعين على المتابعين لهالصفحة يعني خمسين ألف أو هيك شيء أو سبعة وسبعين ألف والمعجبين خمسين يعني هذا الكلام اللي ناشروا الموجود والبوست اللي انتو شفتوه وأنا وثقته شو بيقول شو بيقول هذا إذا كلام مظلوم عبده فيمكن يعني مظلوم عبده يعتبر هذا الكلام كمان رد عليه يعني طبعا لاعلم إن كان يستحق شرف الرد أو لا ربما يكون يعني من المقربين لمظلوم عبده أو يستثمر هذا الاسم هو بإمكانه أن يفصح أنه هل لديه حسابات رسمية أو كم حساب عنده هل نتعامل مع هذا الحساب كحساب رسمي أم كحساب شخصي أم حساب مضلل أو كذا إذا مضلل وغير ينبغي إقفاله يعني إجمالا أنا معني بما هو بالمحتوى الموجود في هذا البوست قاعد قوات سوريا الديمقراطية يستهدف كاتب كردي والبوست منشور في 26 أكتوبر 22 تقريبا يعني من كذا شهر أو باقي شهر لحتى يكتمل العام يعني هذا المنشور بيصير عمره سنة في ذاكرة الفيسبوك وفي أرشيف الناس مظلوم عبدالشوف يكتب أو مظلوم كوباني المدعو عبدالعزيز أوسي والملقب به شانك أوسي الناشط الإعلامي والذي يقيم في مدينة أوسناند البلجيكية معلوماته يعني الأمنية معقول يعني مش أمنية أنا أصلا ناشر على حسابي وأشارك في قنوات التلفزي وأقول يعني من مدينة أوسناند لكن للعلم ما مست مظلوم كوباني هذا الاسم يعني أنا كمان فيني أقول أنه مصطفى أو فرهاد خليل عبدالعزيز الملقب بشاهد شيلو المدعو مظلوم عبدالعزيز هذا الكلام سخيف هذا كلام لا يصدر من جنرال قائد سوريا قوات سوريا ديمقراطية هذا كلام قائد قوات سوريا ديمقراطية حتى الناس تشوف وتعرف مستوى الحديث المدعو هو عبدالعزيز أوسي أنا مواليد 76 حافظ الأسد يا مظلوم كوباني يا مظلوم عبدال في الأربعة وسبعين أصدر مرسوم منع تسجيل المواليد بالأسماء الكردية أنا مواليد 76 بعد إصدار هذا القانون بسنتين منع يعني لا أنا ولا أنا الأخي اللي بيكبرني المرحوم سيامان كان مرفوض أنه تسجل أسماءنا باسم هوشانك واسم سيامان سجل يعني باسم عبدالعزيز أوسي يعني أنا لا أخجل من هذا الموضوع لكن أنا اسمي الحقيقي هوشانك أوسي الآن يعني وأنا اسمي الحقيقي هون كمان يعني أنا هوشانك أوسي المواطن الكردي السوري البلجيكي وهذه يعني هويتي إذا بدك يعني ما مست مظلوم كوباني يعني أنا لا أزعم ولست خائفا من أي أي شيء ف الكلام السخيف المدعو عبدالعزيز أوسي والملقب به الناشط الإعلامي أنا مش ناشط إعلامي مثل اللقاليق اللي بيشتغلوا عندك الفينيك أنت بتعرف شو معنات الفينيك طبعا يعني هاد لون الفينيك اللي بيشتغلوا عندك أنا شاعر صدر لي عشرة دواوين باللغة الكردية والعربية و خمس روايات وأكتب في الصحافة الكردية والعربية منذ سنة الالفين الالفين و واحد ف وتي بتعرفني منيح ف هل الكلام السخيف يعني أنا بإمكاني كمان أنت مش جنة أنت جنرال شو أنت جنرال شو مثلا يعني ميشو الأكاديمية العسكرية اللي منحتك هذا لقب الجنرال أي جنرال أنت إجمالا شيء بيقول هو شانجو سيو الذي يتهجم على الإدارة الذاتية بكل منشور على الفيسبوك أنتك الذي يبصق في الصحن الذي أكل منه هذا كلام سمعته من بعض الأبوتييون الجدد من العرب يعني لا أنا لا أبسق في الصحن الذي أكلت منه حزب العمال الكردستاني بصق عن طريق أمثالك في الصحن الذي أكل منه حزب العمال الكردستاني أنا يعني كشخص وكعائلة منذ 88 فتحنا بيتنا لهذا الحزب وانخرطنا للأسف يعني ضمن عملية الخداع الكبرى ويعني هذا الحجب هذا الحزب عاش بين ظهرانينا وأكل من صحننا وقتلنا مش بس بسق في صحننا قتلنا وشوحنا وعشرات والآلاف من الكردستوريين جرى تصفيتهم على يد أمثالك وأمثال حزب العمال الكردستاني المنصب الذي أنت وصلت إليه عدوية اللجنة المركزية في حزب العمال الكردستاني هذا المنصب حضرت الجنرال يعني يقف على تلال من رفاقك الذين أنت كنت مساهما في تصفيتهم أو ساكتا عن تصفيتهم وعن تخوينهم من قبل حزب العمال الكردستاني يبصق في الصحن هذا كلام سخيف وسمج وتافه يعني وكالذي يبصق في الصحن الذي أكل منه يبدو أنك أصبت بالزهايمر طبعا بسيطة بأن من قام بإرسالك إلى الدول الأوروبية لكي تتلقى العلاجة في عاهد ببصريك يعني أليست أليست حركة حرية كردستان هذا الكلام السخيف والتافه يمكن يشبه كلام فرهات شامي أو يعني هالجماعة الأقليق اللي بيشتغلوا تحت هذا المستوى لازم مصدوم عبده يشوف هذا المستوى من الكلام التافه الذي ينشر باسمه يعني ويرد حول هذا الموضوع رد ما رد ما لا يهمني يعني أنا كنت ملاحق من قبل المخابرات الجوية ومن المخابرات العسكرية يعني واستدعى للمخابرات السياسية أكثر من مرة ويتم تحديدي كمان وصالح مسلم يعرف وقيادات حزب العمال الكردستاني يعرفون ذلك طبعا لما كنت ملاحق القصة ذكرتها مئات المرات لكن لأنه هاي الجماعة يعني الأكسجين تبعها التضليل والكذب والافتراء والتدليس فبيحكوا هيك كلام شروي غير بدون سند يعني أنا لما بحكي كل اليميلات موجودة عندي الحزب الحزب جمع كمية من المال وساعدني في أنه أطلع على أوروبا لأنني كنت ملاحق مش المعالجة الصحية وهذا موثق بالدليل وبالمرسلات موجود عندي وإذا المصدلوم عبده يطلع في مناظرة ويواجهني راح أكشف كل هالمسائل وبيطلع هو يعني محزوز وعاري قدام أنصار وحضرة الجمعرال المعظم يعني والأموال رديتها لحزب العمال الكردستاني وكل الأمور موثقة ضمن مراسلات عبسلة مصطفى الموجود في بلجيكا يعني أخذ أخذ مني استلم مني بحدود ستة الاف أورو وموثق بإيميلات نواف خليل استلم تلاتة الاف أورو آخرين وصلتهم أموالهم يعني بشكل رسمي وبشكل موثق فأي واحد قاله عندي شي خلي يجي يرسلني وأنا راح أبعد له فلوسه وما بخلي واحد مجرم حرب وأنا سأقول لي شو مجرم حرب يعني يتطاول علي وعلى كرامتي بهال مستوى السخيف من الكلام وقاموا بإرسالك بالمجان والتكلب بمعالجتك ضمن المستشفات الأوروبية بالمجان طبعا هذا كذب ليش كذب لأن المعالجة التي تلقيتها هي من صندوق الصحة يعني في بلجيكا مثل ما كثيرين من كوادر حزب العمال الكردستاني والمواطنين العاديين واللي يحظون بالإيقامة السياسية بإمكانهم يعني المعالجة على الأراضي الأوروبية في إطار صندوق الصحة مش ما له علاقة الموضوع بحزب العمال الكردستاني ونفقات العلاج هذا كذب هذا كلام كذب ورخيص والكثيرين من الأصدقاء هون في بلجيكا بيعرفوا بأنه هذا الكلام كذب يعني من ضمن أنصار حزب العمال الكردستاني شو بيقول كمان في المشافي الأوروبية عندما نتوجه بالنقد يعني الزلم يتوجه بالنقد لهكذا أشخاص ليس لأننا خسرنا شخصية عظيمة لا لا أنت خسرت شخصية عظيمة وقيادة قنديل أرسدت وأوفدت عبدالسلام مصطفى لكي تزورني في بيتي وتعرض علي العودة للحزب وألدار خليل كمان والكثيرين حاولوا إعادة إلى الحزب وأنا رفضت رفضت يعني وعرضوا علي أن أن أعمل في روناهي وأن أصبح مدير قناة روناهي في مرحلة التأسيس وأنا كنت من المؤسسين وأصلا أسم روناهي وينبخير ونأب أهلا بالاختراح كان مقترحي تيمنا بمجلة روناهي الكردية أنت وحزبك حاولت ويعني فشلت مساعيكم يعني شو كمان بيقول ليس لأننا فقدنا شخصية عظيمة بل ننوه على نقطة للكرد أجمع بأن الخيانة هل رح وارجيك من هو الخائن إن الخيانة التي تجري في عروق هكذا أشخاص هم فقط ينتمون بالأساس لأحزاب يتحدثون بالكردية وليس لهم أي صلة بالكردية أنا ليس لدي صلة بالكردية أنت أصلا ما بتعرف تكتب بالكردي ما بتعرف تكتب لا أنت ولا زعيمك عبدالله أجلان ولا زعيمك جميل بايك ولا كل زعماءك دوران قال كام مصطفى قرسو بيعرفوا يكتبوا بالكردي أنا ما بعرف أكتب بالكردي أنا بحكي كردي أحسن منك وبحكي عربي أحسن منك وفي هلا رح نشوف مين الخاين وهم أبواخ يأخذون مبالغ مالية مقابل كل تصريح أو تقرير يتم كتابته طبعا أكرر أشاكك أنه هذا المتن السخيف يكون يعني صدر من أو كتبه مظلوم عبدالله ربما اطلع عليه لأنه مستوى مظلوم عبدالله في اللغة العربية أدنى ويعني أضعف حتى من هذا المتن الضعيف من هذا المنشور الضعيف ربما يكون مطلع بس تعال أحكي لك عن الخياني مصدوم عبدالله عندما كان جنرالا وقياديا في حزب العمال الكردستاني وهي ذكرتها باللغة العربية سأذكرها باللغة ذكرتها باللغة الكردية سأذكرها باللغة العربية كمان لكي يعرف الرأي العام الكردي والعربي شو هذا الكائن هالجنرال الصدفة في أغسطس 1996 أو 95 في تلك الفترة هاجم حزب العمال الكردستاني حزب الديمقراطي الكردستاني وطعنه طعنة غدر من الخل وتسبب هذا الحزب حزب العمال الكردستاني في إراق تديماء واغتتال كردي كردي راح ضحيته المئات من الجانبين مظلوم عبدالله كان أحد القيادات العسكرية ضمن الحرب على الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصيب وأصيب وعمل حاله ميت مثل ما هلأ عامل حاله ميت وأخذ وضعية الميت أو وضعية المزهرية وبيشوف حزب العمال الكردستاني يعني كيف يتعامل مع الملف الكردي في سوريا بفضل مظلوم عبدالله أصلا حزب العمال الكردستاني غاضب على مظلوم عبدالله وعلى أمثال مظلوم عبدالله ولولا الحماية الأمريكية لحزب العمال الكردستاني كان ابطلع مظلوم كوباني أو مظلوم عبدالله أو مصطفى خليل عبدالله يعني الآن عندما السيد والد مظلوم عبدالله يشوف هذا المنشور يعني في حق كاتبه أنا زرت هذا البيت يعني زرت بيت خليل عبدي ودكتور كردو أو دغرة عبدي بيشوفوا هذا المنشور منسوب إلى أخوهن ماذا سيكون موقفهم يعني أمام الأمم المتحدة من هل سخافة وهل مستوى الحضيد اللي مظلوم عبدي لازم يعتزر عن هذا الكلام إذا هو شاف فعلا هذا الكلام السخيف والتافة منشور باسمه ضد إذا عنده أي دليل أي شيء يعني يرد فيه على انتقاداتي فليتفضل بس هذا الكلام كله كلام ملقى على عوانيه لا أساس له أبدا أبواق وأحزاب كردية يعني أنا سبق وسمعت هذا الكلام صادر من الفينيك ربما ما يكون هذا الكلام أيضا يعني صادر منه لأنه فيه هيك تواصلات وقنوات ومكلف ببعض الأمور الفينيك البعثي المهم في هذا الموضوع هذا المنشور وبنشره لصورة لي كل الكذب والافتراءات والتضليل والتخوين الموجود هذا صار من معايير الفيسبوك أنا قدمت بلاء والفيسبوك رفض هذا البلاء قال أنه هذا من معايير الفيسبوك إذا استمرت هذه الثقافة والسخافة ستصبح يعني مكرسة في المجتمع وتصبح من طبع الأمور مين بيشتم مين؟ مين بيفتري على مين؟ مين ينتهك عرض مين؟ هل الانتقادات التي لا تستند على برغان ودليل وحجة وفكرة ستلجأ إلى هكذا نوع من الكلام السخيف والركيك والسمج والتافه يعني الكلام هوية صاحبه إذا كان قويا رصينا متينا محكما مسندا معززا بالأسانيد والأدلة فهو يعني يعطي انطباعا عن صاحبه وإذا كان هشا ركيكا متهافدا سقيفا أيضا يعطي انطباعا وتصورا عن صاحبه حتى لقاء آخر ألقاكم على خير